اشتركوا في القناة وذلك جريا على عادة جلالته السنوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ووجه جلالتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمتابعة صرف هذه المكرمة لإعانة الأسر المكفولة على تلبية احتياجاتها لهذا الشهر الفضيل وبهذه المناسبة تقدم سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بخلص الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام جلالة الملك المعظم حفظه الله على حرص جلالته بصرف هذه المكرمة السنوية التي تأتي في إطار اهتمام جلالته بتوفير العيش الكريم للأسر المكفولة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وإعانتها على تلبية متطلباتها المعيشية لهذا الشهر الفضيل من جانبه ثمن الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توجه جلالته السامي لرسم الفرحة على وجوه أكثر من 11 ألفا من المكفولين بالمؤسسة مشيدا بحرص جلالته على صرف هذه المكرمة للأسر المكفولة بمناسبة شهر رمضان المبارك مؤكدا حرص المؤسسة على أن تستمر في تنويع خدماتها للمستفيدين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حافظه الله مؤكدا أن المؤسسة قد انتهت من جميع إجراءاتها لإيداع مبلغ المكرمة في الحسابات البنكية للمستفيدين ترجمة نانسي قنقر